بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكم دبي رعاه الله خلال لقائهما في استراحة المرمومة في دبي عدداً من القضايا والموضوعات المتعلقة بشؤون الوطن والمواطن وتعزيز العمل بما يواكب متطلبات للمرحلة وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد ألنهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وتبادل سموهما خلال اللقاء الأحاديث الأخوية الودية مشيرين إلى الجهود المتواصلة لتوفير أفضل مقاومات الحياة الكريمة للمجتمع والسبل الكفيلة بتعزيز مكانة الدولة والحفاظ على مكتسباتها واستدامة تنميتها وتقدمها في جميع القطاعات